موسيقى السعودية تتوعد أمام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضد إرهاب الحوثيين المقاتلون العائدون من داعش قنبلة موقوتة تؤرق دولهم وتحت شعار العلم من أجل السلم الأردن يحتضن أنشطة المنتدى العالمي للعلوم أصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن أعلنت المملكة العربية السعودية الأربعاء في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن أنها ستتخذ إجراءات للرد على أعمال العنف التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحفظ المملكة الأمن والأمان في أراضيها وفقاً لمثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وأكدت السعودية على الدور الذي تلعبه إيران في صناعة الصواريخ التي تم إطلاقها يومي الرابع من الشهر الجاري والثاني والعشرين من شهر يوليو تموز الماضي بعد فحص الحطام إلى العراق حيث أعلن قادة عسكريون عرقيون أن قوات الجيش ومقاتلي الحجد العشائري أكملوا استعداداتهم لتحرير آخر معاقل داعش في محافظة الأنبار وهي مدن راوا وعانا والرمانة التابعة لقضاء القائم وأوضح هؤلاء القادة أن قوات الجزيرة والبادية والفرقة العسكرية السابعة أنهت كافة استعداداتها الأمنية واللوجستية لتحرير ما تبقى من مدن الأنبار الزميل حسام الأحبابي والتفاصيل بعد ثلاث سنوات من احتلاله مدن الأنبار بات داعش اليوم محاصرا فيها وأصبحت القوات العراقية المشتركة المدعومة من أفواج الطوارئ والحشود العشائرية في هذه المحافظة الواقع غربي العراق قاب قوسين أو أدنى من استعادة كامل الأراضي من احتلال هذا التنظيم هذه النخبة الطيبة من شرطة الأنبار والذي تم تحويلها إلى أفواج طوارئ شرطة قتالية اليوم ستشارك وتنطلق أيضا بالمشاركة بتحرير المناطق الأربية آخر ما تبقى من أرض في هذه المحافظة هي راوة والقائم سيكون لنا المشاركة سيكون لنا أيضا برفع رايات النصر في هذه الأقضية إن شاء الله عن قريب بنفس الوقت تم التدريب وتم تجهيزهم بالسلاح بكل أنواع السلاح وبالدعم اللوجستي لهذه الأفواج المشاركة وهي بعدد وبواقع أربعة أفواج طوارئ شرطة قتالية القوات العراقية المشتركة تسعى حاليا إلى إثبات وجودها في منطقة كانت تكافح أساسا لإعادة بصل تيطرتها فيها منذ أكثر من ثلاث سنوات اليوم وبعد تحرير القائم بدت هذه القوات أكثر قوة من أي وقت مضى حيث تدعمها أفواج الطوارئ الأنبار التي تحركت بالفعل استعدادا لتحرير راوة وعانى ومناطق أخرى لقد دابت قيادة شرطة الأنبار ومنذ الخمسة 2015 على أصولات حيث شاركت في مدينة الفلوجة والرمادي وها هي اليوم تشارك في قضاء أي راوة والقائم وسيكون لنا شرف المشاركة في التحرير والمسك لقد كانت دورة سريعة جدا لظروف ومتطلبات المعركة وهم أيضا كانوا مقاتلين سابقين وهذا سهل عملية إعادة إعداد أدهم مرة ثانية أو تهيئتهم لم يعد داعش يحتل سوى ثلاث مدن هي ناحية الرمانة الواقعة في الجهة الأخرى لنهر الفرات والمقابلة للقائم ومدينة راوة وعانى إلى جانب مناطق صحراوية محيطة بهذه المدن ومع تحريك قيادة شرعة الأنبار أربعة أفواج من شرطتها صوب قاعدة عين الأسد فهذا يعني وفق قادة عسكرية عراقيين أنها أيام وربما ساعات من إعلان تحرير كامل لمدن الأنبار إن شاء الله التدريب عالي جيد وجهزونا بالسلاح والعتاد والآليات وكافة الأسلحة عدنا اليوم موجودة لمقاتلة الأرهاب الداعشي وكانت القوات العراقية المشتركة قد حرارت جزيرة بحيرة الثرثار وأمنت الطريقة بين بيجي وحديثة وتقف اليوم بانتظار أوامر تحرير آخر معاقل داعش وهي مدن راوة وعانى والرمانة حيث ستكون الأنبار الواقعة على الحدود العراقية السورية من جهة دير الزور محررة بالكامل من احتلال داعش في سوريا وضمن عمليات درع الفرات في ريف حلب أوائل سنة 2017 استطاع الجيش السوري الحر إلقاء القبض على مقاتلين من تنظيم داعش الأمر الذي دفع ناشطين من مدينة مارع إلى افتتاح مركز لمعالجة التطرف وإزالة الأفكار المزروعة في عقول المنضمين إلى التنظيم التفاصيل مع همام أبو سين مركز لمحاربة الفكر المتطرف في مدينة مارع عبري في حلب الشمالي يشرف عليه ناشطون من المركز السوري يهدف المركز إلى إزالة الأفكار المزروعة في عقول مسلحي التنظيم والذين وقعوا أسرى في أيدي الجيش السوري الحر ضمن عمليات درع الفرات يتقسم المبنى إلى ثلاث مستويات مستوى أول ومستوى ثاني ومستوى ثالث المستوى الأول يضم عناصر من تنظيم داعش لم يرتكبوا جراء بحق المدنيين وأغلبهم فاررين من التنظيم المستوى الثاني يتكون من عناصر من تنظيم داعش بعضهم أسرى أثناء المعارك من قبل فصائل الجيش السوري الحر والقسم الثالث يتكون من عناصر من تنظيم داعش هم من غير الجنسيات السورية من جنسيات أجنبية تضم جنسيات عدة يتبع مشرفون مركز أسلوبا مميزا لمحي فكر الإرهاب من خلال عرض أفلام الرسومات المتحركة ليشرح من خلالها الباحثون كيف يستدرج العنصر من القتال في الميدان إلى حماية الأمراء وأخيرا تقديسهم كما يعمل الباحثون على كيفية التخلص من هذا الفكر يقتن المركز أكثر من أربعين أسيرا من أفراد داعش من جنسيات مختلفة إلى جانب بعض السوريين ويشعر عدد منهم بالتحسن واستدراك الموقف كعبد العزيز ابن مدينة دير الزور والذي سلم نفسه قبل أشهر قاطعوني نهائيا حتى اتصال سلام يعني إخواني كانوا يقولون أنت بطريق قلط وأنا كنت بالصراحة يعني أعرف هذا الأمر قلط ولكن يتعاهد القائمون على المركز بإطلاق سراح الجميع في حال التأكد من سلامة عقولهم وإزالة السواد والظلام الذي ذرعه التنظيم في قلوبهم لأخبار الآن همام أبو الزين مدينة مارع ريف حلب الشمالي سنوات من الانتظار قد ظه سكان الرقة للخلاص من داعش والعودة إلى حياتهم الطبيعية وأخيرا وبعد تحرير المدينة عادت أول دفعة من المدنيين إلى حي المشلب في المدخل الشرقي للرقة ليعيدوا الحياة والأمل إلى حيهم ويمارسوا حياتهم الطبيعية السابقة قبل سنوات احتلال التنظيم مراسلتنا رونك شيخي زارة حي المشلب ووفتنا بالتقرير التالي وأخيرا وبعد طول انتظار عاد سكان حي المشلب إلى منازلهم ضمن أول دفعة من المدنيين الذين عادوا إلى مدينة الرقة في الجهة الشرقية بعد تحريرها من تنظيم داعش الجميع هنا منهمك بإعادة ترتيب حياته أحدهم ينظف محله وآخر يرتب منزله وفي ذات الحي تقوم أم علي وزوجها وأولادها الأربعة وبمساعدة من الجيران بنقل أثاث منزلها إلى الداخل وكلهم فرح وسعادة بالعودة بسلام طيبين الحمد لله مبسوطين ورجعنا إلى بيوتنا بيوتنا الحمد لله زينا ووضعنا زينا ولادي طيبين الحمد لله وزلمتي وحميان الحمد لله كلهم طيبين وولدهم ونحمد لله المال كله تعوى ونحن طيبين ما ريشي من رب العالمي فئة الشباب كانت الأكثر تضرورا من داعش حيث حرمهم من متابعة تعليمهم وزج بهم في المعارك أحمد كان من ضمن العائدين للمشتب وأكثر ما يرغب بالاطمئنان عليه هي كتبه الجامعية أملا بالعودة إلى دراسته منعونا داعش من الدراسة من الخروج ببرات أي ولاية لهمة تابعة لهمة كنا نأخذ ملخصات من النيت من برة من أجل الدراسة من المهندسين وما قطعونا وعلى رقم جنا نطلع بالخفية رقم ما طلعت كانت صعبة ندفع مبالغ من المال عالية لكي نتعلم دراستنا بشيء ما نضيعها نضيع تعبنا وما ضيعنا تعبنا كله وظلين ندرس رقم هاشي بالبيت بأمل أنه نخلص من داعش ونرجع نكمل دراستنا مثل أولي عبد الرحمن مدرس من المشلب يتفقد منزله ويعود بذكرياته إلى طلابه الذين كان يحلم بمنحهم بطاقة التقييم في نهاية العام الدراسي ولم يتمكن من ذلك بسبب دخول التنظيم إلى الرقاء وأغلاق المدارس نعدم الجيل هذا إذا ما تعدل من الثقافة التي تعلمها بها الخمس سنين أو أربع سنين الماضيات وصار عنده إلمام أو صار عنده معلومات جديدة تمحيها اللي بذاكرته لو نفتحها مجانا نحن ندرس حتى لو مجانا نبلاش ما بدنا رواتب المهم طلابنا يرجعون ويبقى أمل من تبقى من سكان مدينة الرقاء بالعودة إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية بعد سنوات من الظلم والحرمان في ظل تنظيم داعش لونك شيخي لأخبار الآن من حي المشلب في مدينة الرقاء أحييكم من جديد أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة التابعة لدار الإفتاء المصرية دراسة جديدة بعنوان المقاتلون العائدون من صفوف داعش المعفلة والفرصة البديلة تناول فيها أزمة فرار المقاتلين الأجانب من مناطق احتلال داعش وعودتهم إلى دولهم الأم وما قد ينتج عن هذا الفرار وهذه العودة من هاجمات إرهابية تهديد أمن أوطانهم وبلدان الجوار التفاصيل في سياق التقرير التالي بعد الضربات الموجعة التي تلقها تنظيم داعش في المناطق التي كان يحتلها في كل من سوريا والعراق بات وجود المقاتلين هناك أمرا محسوما حيث عمدت لقلية الباقية من مسلحي داعش على الفرار من اتجاهات متعددة وهو ما يشكل معضلة كبيرة لدى هذه البلدان المستقبلة لهؤلاء المقاتلين معضلة تطرح عدة أسئلة أهمها كيف ستتعامل البلدان مع مسلحي داعش الفارين وما هي التحديات التي تواجهها والسيناريوهات المحتملة هذه النقاط المصرية أجابت عنها دار الإفتاء المصرية في تقرير لها واقترحت أن يتم احتواء هؤلاء المقاتلين الفارين من داعش وإعادة تأهيلهم واستخدامهم بعد ذلك في تحصين الشباب ضد وسائل جذب ودعاية التنظيمات الإرهابية التقرير تناول معضلة فرار المقاتلين الأجانب من مناطق احتلال تنظيم داعش وإمكانية انتقالهم هربا من الملاحقة الأمنية والعسكرية والالتحاق بمقاتلي داعش في المناطق والدول المجاورة ما قد يشكل تهديدا للدول التي يوجد بها خلايا تابعة للتنظيم وهو تحدي يواجه دولا كثيرة في المغرب العربي ومصر واليمن ونيجيريا تخوف آخر يظهر في الأفق كما يقول تقرير دار الإفتاء وهو احتمال انتقال هؤلاء المقاتلين بين التنظيمات التكفيرية والإرهابية كما هو الحال بين القاعدة وداعش خاصة مع أفول نجم داعش وبروز قوة القاعدة وإعادة لملمة صفوفها وتنظيم قوتها ويزيد من هذا الاحتمال حالة الضعف الديني لدى العناصر الإرهابية الأمر الذي أكدته العديد من الدراسات التي أجريت على مقاتلين انضموا لداعش حيث أشارت دراسة حديثة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة شملت 43 منقاتلا عائدا لوطنه من 12 دولة مختلفة أن أغلبهم يعاني من نقص المعرفة الأساسية بالإسلام ومبادئه ولكن أغرتهم العاطفة أوعود الخلافة المزعومة فقط ويضيف تقرير دار الإفتاء المصرية أن الدراسة الأممية تثبت أن جميع من عادوا من داعش هم في مرحلة المراجعة والندم أكثر منهم في مرحلة التحفز لهجمات جديدة ولكن لا ينفي هذا الاستعداد لاحتمال الخطر استدفت مقادلات التحالف العربي مساء الأربعاء مواقع عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء تتخذها ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح مواقع للتمركز فيها ما أدى إلى وقوع انفجارات وصفت بالضخمة وبحسب مصادر إعلامية فإن طائرات التحالف العربي شنت قصفا عنيفا وضربات جوية مكثفة استهدفت من خلالها عدة مواقع تتمركز فيها الميليشيات تتواصل أعمال المنتدى العالمي للعلوم المقام في البحر الميت في الأردن بحضور عدد كبير من الأكاديميين وصناع القرار ويناقش المنتدى موضوعات تتعلق بالطاقة والتغير المناخي وإسهامات العلوم في إحلال السلام الدولي التفاصيل ضمن التقرير التالي استخدام العلوم في تحسين الحياة وتوثيق الروابط بين الشعوب لما في ذلك من أهمية لإحلال السلم بينها أهم ما ركز عليه المنتدى العالمي للعلوم المقام في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت تحت شعار العلم من أجل السلم العنوان جاء حاملا للرسالة الأساسية للمنتدى وهي أهمية العلوم بأنواعها في مواجهة تحديات مثل الفقر والمجاعة والمرض والغذاء والطلب المتزايد على الطاقة من كهرباء ومياه فضلا عن مواجهة تداعيات التغير المناخي من المثير للاهتمام جدا على المستوى الحكومي أن بإمكانك من خلال الذكاء الاصطناعي أن تحل مشكلات إقليمية من خلال إيجاد مساحة للجميع كي يساهموا فيها بدلا من التخاصم حول من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة وهذا بالطبع يساهم في إحلال السلام هذا المنتدى العالمي للعلوم في الأردن مهم جدا من حيث التوقيت لأن العالم يحتاج إلى مزيد من التعاون على مستوى العلوم وقد اجتمع ألاف العلماء سوية وتبادل الأفكار بشأن العلوم والسلام وعلى سبيل المثال أنا أتناول مسألة العلوم وتأمين الغذاء وقد كان هناك ثورات عديدة بسبب نقص الغذاء وهذا يجب أن لا يحدث ويعتبر المؤتمر الحدث الأبرز الجامع لكافة النشاطات المهتمة بالعلوم حيث جمع بين كبار الشخصيات والأكاديميين وصناع القرار ورجال الأعمال القادمين من أكثر من مئة دولة من أنحاء العالم مؤتمر هام جدا للتقاء في العلماء والأكاديميين وصناع القرار الموجودين في العالم وجودنا بين 3000 عالم وعالمة هذا إشي كتير رائع صراحي يكونوا موجودين بيننا في الأردن بالنسبة للأردن أنا بطلع إن شاء الله يكون هذا المؤتمر جيد ورائع لأنه إحنا كشباب قاعدين نتواصل مع هاي الكوكبة من العلماء إشي كتير رائع لفت انتباه العالم إلى النظرة الإيجابية للأردن للعلوم وبالتالي وضعت الأردن في موقف مسؤولية وفي موقف تحت المجهر بأنه في هذه البلد هناك علماء يحاولون التواصل مع أصحاب القرار مع المجتمعات العلمية المختلفة العلوم الإنسانية مع العلوم التطبيقية لإيجاد حلول بعض المشاكل اللي بعاني منها العالم والمنطقة والأردن والمنطقة العربية على وجه الخصوص الحضور مش بس علماء مش بس الناس الخبراء عظيمين الخبرة بعدد السنوات أيضا العلماء الجدد اللي وضعوا أقدامهم جديدا على الطريق أيضا الطلاب الجامعات واجتاز الأردن دولا عديدة في استضافته للحدث لما يتمتع به من مناخ علمي يعلي من شأن العلوم بمختلف مجالاتها ويحفز الانفتاح على الآخر ولتقديره الحوار السلمي والتفكير الإبداعي رسالة المؤتمر جاءت واضحة بأن العمل المشترك بين جميع مكوناته من أكاديميين ومدراء تنفيذيين ورجال أعمال هو الأساس في بناء قاعدة مشتركة لتحسين نوعية الحياة ومواجهة التحديات لأخبار الآن لانا رياض البحر الميت تحتضن مصر الدورة السادسة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام ضمن شعار ليكسرنا الإرهاب وقد نظمت وزارة الإعلام والثقافة في المملكة العربية السعودية صالونا ثقافيا ضمن أنشطة هذا المونديال التقرير التالي والتفاصيل الثقافة الأعلام الفن أدوات تستخدمها الدول للتأثير على الشارع في كل المستويات وفي ظل ما تمر به المنطقة العربية من إرهاب محدق نظمت وزارة الإعلام والثقافة في المملكة العربية السعودية صالونا ثقافيا ضمن فعاليات مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام ما يقدم على المسارح من ثقافة وفن يجب أن يلامس بعض القضايا الهامة وهذه من القضايا الهامة جدا التي نطمح إن شاء الله أن يكون للفن والثقافة الدور كبير فيها إن شاء الله الثقافة هي حياة الشعوب وثقافة بكل ما تعني هذه الكلمة هي الرابط الحقيقي بين جميع الشعوب العربية والشعوب الأخرى الحقيقة الدورة السادسة للمونديال تحت شعار لن يكسرنا الإرهاب والدور العربي الكبير في مكافحة الأفكار المتطرفة بتنسيق واسع على كل المستويات خاصة فيما يتعلق بدور الإعلام في اجتثاث تلك الأفكار الأمر يستوجب تفعيل كل قوى المجتمع المدني العربي سواء ما يتم في المؤتمرات ما يتم عبر المنظمات الموازية ما يتم حتى داخل الجامعة العربية داخل مجلس التعاون الخريجي الفن والإعلام والموسيقى والأفلام كل هذه الأشياء تهز بالروح فالمواطن لازم يبقى عنده عملية استنارة ده دور الدولة ده دور الإعلام المشاركون أكدوا على أن التقارب العربي سيساهم بشكل فعلي في دحر الإرهاب والتطرف بزيادة الاهتمام بالمواطن من خلال الأدوات المتاحة التي يمتلكها الوطن العربي متمثلا في أبنائه من المثقفين والإعلاميين لن يكسرنا الإرهاب شعار مديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام في دورتها السادسة ليثبت أن المنطقة العربية ماضية في دحر واشتثاث الإرهاب وداعمه لتخلو من تلك القلاق التي تؤثر على الأوطان والشعوب لأخبار الآن عبدالله حميد القاهرة وحييكم من جديد مشاهدنا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحف العربية لهذا اليوم نبدأ تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الوئام السعودية التي نقرأ منها برنامج ذكاء اصطناعي يحدث ثورة في مكافحة الجرائم طورت جمعية ماكس بلانك العلمية برنامج ذكاء اصطناعي يحول صور ذات دقة وضوح منخفضة إلى أخرى تتمتع بدقة وجودة عاليتين فتصبح أكثر حدة وقوة وتظهر تفاصيل أكثر ما يسهم كثيرا في مكافحة الجرائم من خلال تحديد وجوه المشتبه فيهم حتى وإن كانت صورهم الملتقطة بالهواتف الذكية أو كاميرات المراقبة تبدو ضبابية ومشوشة إلى صحيفة القبس الكويتية اكتشاف أسنان متحجرة في بريطانيا للإنسان الأول اكتشف طالب في بريطانيا أسنانا حيوانية تشبه تلك العائدة للجوردان عمرها مائة وخمسة وأربعون مليون سنة وتعود لحيوان من سلالة الثديات المرتبطة بالبشر على ما أعلنت جامعة بورت سميث وأشارت الجامعة إلى أن هذه أولى المتحجرات المثبتة لثديات تنتمي إلى سلالة التي تقود إلى الجنس البشرية صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين نطالع منها ستة أيام عطلة لغير المدخنين بدأت شركة يابانية بمكافأة غير المدخنين من موظفيها بأن يحصل على ستة أيام عمل مدفوعة الأجر تضاف إلى إجازاتهم السنوية كتعويض عن الوقت الذي يقضيه زملائهم في الصعود والنزول من البرج للتدخين خارج المكتب ومنذ بدء البرنامج في الأول من شهر سبتمبر أيلول الماضي نجح أربعة موظفين في الشركة من أصل 42 مدخنا في الإقلاع عن تلك العادة نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا عندما يشتد الفقر تكثر الحاجة فتتولد لدى المحسنين روح المساعدة في لبنان أمهات وعاملات ونساء ميسورات الحال تطوعنا في مطبخ خيري لتقديم وجبات مجانية الفقراء تفاصيل أوفة حول المبادرة الخيرية في هذه في تقرير مراسلاتنا تريسي أبي أنطون من بيروت تبحث في سياب المحسنين علّها تجد ملابس لها قبل أن تتوجه إلى مائدة الطعام الخيرية لقد ضاقت بها الظروف حتى وجدت نفسها وحيدة بلا معيلة لكن مبادرات الخير لاقت طريقها باتجاهها نعم نشوف هوني شوفيه عندي تياب بسي صليح ودايب أصير زب بتحارب ما بشتري تياب ما معل أجل بتحكم يعني مساكين كثر يجدون في المطبخ الخيري خلاصا من عناء البحث عن لقمة العيش ويعتبرونه ملاذا آمنا لهم لا بل أحيانا مكان انتماء صلنا فت أكثر من ثمانة شهور فتحي المطعم اللي هو حتى نساعد الأشخاص اللي هني بحاجة لدعم غزائي ودعم معنوي واجتماعي وروحي كانوا عبي يجو تحت الشتة حتى ويمشوا نص ساعة بروحة ونص ساعة بالرجعة فمع أنه صحتهم كان كصحة منا كتير مميحة بس درم هالشي كانوا عبي يجو لأنه عن جد فلن عبي يجو حالهم هم بالبركز عبي يجو حالهم مع الأشخاص الموجودين معهم عبي يحسوا أنهم في صافة عندهم عائلة أمهات وعاملات وميسورات تطوعنا في المطبخ لخدمة المحتاجين بكل محبة وعطف عنا كتير عالم بحاجة عن جد بحاجة عالم يعني شو بدي أقلك واجع عن جد في كتير عنا واجع هون إن شاء الله يا رب يدل يستمر هذا المطبخ ودار عياد البيضة تمت إيدا معنا لحتى نقدر نخلي شوية ضحكة واتسامة على وجوهن لأنه عن جد وهلأ خاصة نقدمين على عياد يعني إذا مثل ما شفتنا عنا ناس بتحط تياب ناس بتحط سرامي ناس بتحط مواد غزائية ناس بتجي بتحط إيدا الحمد لله يعني عنا من كل الفئات على مدخل المطبخ تبحث العائلات المستفيدة في ملابس المتبرعين ثم تنتظر موعد تقديم الطعام لتحصل على حصة وأخرى تكفيها لغداء اليوم التالي وهذه العم تستفيد مع أولادها وزوجها من تقديمات المطبخ بعدما تدهورت أحوالهم المادية والزوج يصف بحسرة أوضاع عائلته كل إنسان بيمرق بظروف يمكن دايقة بظروف دايقة بتجبره وبس يكون مرتاح عوض وأكيد ما شح ييجي على الشغل أنه ييجي على الناس تعطي أكل أو شرب أو شي إنسانيتنا لا تتحقق إلا إذا كانت مشتركة إذا توجهت نحو فقير قصت عليه الظروف وإلى جائع تهى منه رغيف الخبز إن الإنسانية هي فعل إرادة واختيار توصف وفق معايير أخلاقية ومعنوية ترتقي بها كل المجتمعات كمسائر القطاعات لكنها هي التي ترد الروح إلى جميع فئة المجتمع ولسيما الضعيفة منها لأخبار الآن تريس أبي أنتون لبنان عذرت دراسة أمريكية حديثة من أن تلوث الهواء يتسبب في إصابة عشرة ملايين وسبعمائة ألف شخص بأمراض الكيلة المزمنة سنويا حول العالم وكشف الباحثون بمركز الأوبئة السريرية التابع للنظام الرعاية الصحية الخاص بالجنود المتقاعدين في مدينة سانت لويس وجود علاقة بين ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة وخطر الإصابة بأمراض الكيلة المزمنة وفي خبرنا الأخير قالت شركة أوبر إنها أبرمت صفقة مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا لتطوير برنامج للتحكم في مسارات التكسي طائر في الجو على امتداد مسارات خدمات التوصيل التي تقدمها أوبر على الأرض وقالت الشركة إن هذا أول عقد خدمات رسمي تبرمه ناسا يتعلق بالتحليق على ارتفاعات مخفضة وليس في الفضاء الخارجية وقبل ختاب النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين السعودية تتوعد أمام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضد إرهاب الحوثيين المقاتلون العائدون من داعش قم بولتهم موقوطة تؤرق دولهم وتحت شعار العلم من أجل السلم الأردن يحتضن أنشطة المنتدى العالمي للعلم بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر وممكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في مجلس الأنباء كونوا معنا نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تتردد أيضا بالضغط على مشاركة أولئك ترجمة نانسي قنقر